موسيقى هكذا يكون اذا كان انت الان هذا هذا الاعترافات واللي يقولها طليبة ويقولها اسكندر ويقولها اخرين وجاية وجاية كثير يعني حول البرلمان وواقع البرلمان وواقع جبهة التحرير وكيف تباع كيفاش هذا البرلمان وفي هذه الحالة من فساد النواب وكذا هم انفسهم اللي رايح يصوتوا على الدستور الجزائري الدستور الجمهورية الجديدة التي جاءت بعد 22 فبراك او 22 فبراك كيف رايح كيف رايح يكون عنده مصداقية كيف رايح تبني الدولة الجزائرية هذه لا تنسى لانه حتى لو كان استفتع عليه الجزائريون رايح يصادق عليه البرلمان هذا برلمان يصادق عليه هذا مجلس امة يصادق على هذا الدستور بدل انه كنا نذهب نذهب الى هذا الدستور وكتب الدستور وتشكيل لجنة وتضيع الوقت في هذا الامر كان اساس اولا حل البرلمان حل البرلمان ودعوة مباشرة الى انتخابات برلمانية جديدة اما انك تقول لين دير دستور وبعد ذلك هذا الدستور يصادق عليه انتخابات برلمان فاسد بهذه يوميا هو مفضوح في المحاكم ومفضوح في التقارير تعالى الامن ستأتي الاجيال القادمة اجيال صاعدة لن تحترم هذا الدستور الا اذا كان نوينه دستور فقط مؤقت كما قال العرابة انه ستختفي عناصر الهوية مستقبلا معناها رهم رحيم يغيروه اذا المشكلية هنا انت تبني في الدولة الجزائرية انا اعتقد بانه المحيطين بالرئيس المستشارين ليسوا في المستوى المطلوب اغلبيتهم او اكثريتهم ليسوا في المستوى المطلوب اصلا سواء على المستوى الاعلامي او المستوى السياسي يشيرون عليه بما يحفر قبره كما الذين اشاروا على بوتفليقة كما اللي يجروا بوتفليقة الى حدف بهذه الطريقة وهذه النهاية المأساوية هذه النهاية التي لا يمكن لا يمكن جيل بعد اجيال تصير تلعن هما انفسهم يبدو انه فيها نفس البطانة تريد ايصال الرئيس تبون الى نفس المصار لا يجب ان تبنى الامور على قاعدة صحيحة يجب ان تبنى الامور على قاعدة متينة هذا اذا يجب حل البرلمان هذا البرلمان لن ينال الشرف المصادقة على وثيقة دستورية هي الاولى بعد جمهورية جديدة في 22 بعد ما خرج الجزائريون اما اذا كان صادق عليها هذا البرلمان وعطيته الشرف وانا اجزم واؤكد لو تفتح تسك اللجنة تحقيق في البرلمان الكثيرون جدا يزجوا بهم السجون وانا اجزم انه لم يجدوا في القاعة الا عدد قليل يعدوا على اصابع اليد اللي ممكن يصادقوا على البرلمان هذه مهزلة هذه مهازل هذا مهازل من المفروض هذا برلمان ما تقول لي انه هذا جبهة التحرير روه هذا برك طليبة اللي دفع ولا طلبوا منه 7 ملاير وبلغ ترطاق وكذا وكذا كما يحكي مش هذا فقط كلهم كلهم دفعوا بطرق مختلفة كلهم وهما عندهم الاكثرية في البرلمان اللي ارندي نفس الشيء اللي اجزملك اما الاخرين في الحزاب الاخرى والتيور الاحرار وكذا وكذا مختلفة مختلف فيهم وعليهم ولكن هؤلاء فاسدين اغلبيتهم الصاحقة اغلبيتهم الصاحقة ما وصلوا الكفاء وروح المجلس الامة نفس الشيء اذا كيف رح ينالوا شرف المصدقة على وثيقة دستورية لعهد جديد جمهورية جديدة كما قرر رئيس تنبول ما جت لها جمهورية جديدة ولا بطيخ اذا كان رح تعطيل هذا البرلمان شرف المصادقة على وثيقة دستورية ما حبقاش ما هو الهو من المفروض انا قلتها كم من مرة من المفروض انه لا تشكل وثيقة دستورية لا تعاج بهذه الطريقة هذه طريقة خاطئة انك تشكلها لجنة ويجيب لي العرابة اللي كان بالحبارة رح وين وتجيبه وتحطه هو نفسه يدير لك خبرة ويقول الرئيس الجمهورية انه هذا ابن شهيد وكانوا ابناء شهده في السجو ولا يحص ولا يعد وكانوا مجهدين عندنا ولد عباس مجهد كبير كان محكم عليه بالاعدام وكان يقرأ مع امريكا وكان ذلك شواش رفيق السلاح رفيق السلاح معناها كيكون مجاهد ولا ابن شهيد معناها ما هوش فرحات مهنة اللي يريد يقود في حركة انفصالية ابن شهيد معناها يكون ابن شهيد خلاص يو ابن نوح عليه السلام وغرق خلاهم قالوا ليس منك هذا ابن نوح عليه السلام اللي هو نبي من انبياء الله تعالى ما هو هذا معيار ما هو هذا معيار انا كنت ارى انه مكانة البداية هو انه الرئيس يدير مرسوم او قانون بناء على مرسوم قانون انتخابي وفق مرسوم او انه حتى يستعمل قانون انتخابي السابق افضل من انه يستعمل البرلمان افضل اذا كان مجبع استعمل قانون الانتخابات السابق افضل من انه يستعمل البرلمان انت عبو تفريق من عجل المصدر كان مباشرة يحل البرلمان يديروا انتخابات شفافة نزيها ويتشكل برلمان جديد ومجلس امه جديد وتختار الكفاءات ضمن معايير معينة الاجهزة الامنية تلعب دورها في رفض الاشخاص اللي فيها ويعش فيه لازم تكون كفاءات حقيقية ولا يقبل ترشيح اي واحد لا تتوفر فيه شروط الكفاء بعد ذلك ترح له تشكل لجنة برلمانية تشكل لجنة برلمانية وتضيف لها خبراء تضيف لها خبراء من في القانون الدولي وكذا هم اللي يشكلوا وتجيب لهم هم اللي يناقشوا الورقة الدستورية هم اللي يناقشوها في البرلمان هم اللي اذا كان اردت بعد تعطيلها شرعية تنزلها تعطيلها استفتال ولكن الشعب لما يختار ممثليه هم خليهم هم يديروا الدستور على ش تنزلوا للشعب روح شوفوا الفيسبوك وش يكتبوا على هذا الدستور سوى الله راح تموت تتعجب الوثائق مثل هذه وثائق الدولة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله